شهدت الفترة القليلة الماضية تكرار حوادث تصادم القطارات خصوصا المحددة منها لنقل المشتقات النفطية بعجلات المواطنين اخرها كان استضام قطار مخصص لنقل الزيوت من محافظة البصرة الى العاصمة بغداد بشحنة كبيرة كانت تنقل الرمل وذلك قرب بوابة مينايوم قصر ما ادى الى اصابة سائق القطار بكسر في احد اصابعه وبعض الردود اضافة الى اصابة سائق الشاحنة وهذه ليست المرة الاولى من نوعها في البصرة والمحافظات العراقية الاخرى مراقبون يعزون تكرار حوادث القطارات الى الامال المتعمد من قبل الشركة العامة لسكك العراق في واجباتها بتطوير هذا القطع الحيوي المهم وتحسين مستوى الخدمة المقدمات للمواطنين كون هذه القطارات تمر في داخل المدن العراقية الامر الذي تسبب بعشرات الحوادث المميتة وخسائر في الارواح والمعدات معاناة يومية تستوجب الحل لحفظ الارواح حيث طالب عراقيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بفتح تحقيق بتكرار حوادث استضام القطارات بعجلات المواطنين وحدوث اصابات بليغة واضرار جسدية ومادية جراء تلك الحوادث محملين شركة العامة للسكك مسؤولية هذه الكوارث المميتة لكونها اهملت واجباتها بتوفير البوابات والكوادر الفنية لاغلاق تلك المعابر حين مرور القطارات في اوقات محددة ما يؤدي الى حماية المواطنين والحفاظ على المال العام فضلا عن تجنب وقوع كارثة لا يحمد عقبها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة